اه اول شي بقول تحية للجمهور العراقي لانه عالسوشال ميديا والحساباتي عالسوشال ميديا الحقيقة بشوف كتير كتير تعليقات من العراق وكتير الجمهور العراقي بيتابع عمالنا السورية وبشوف انه كتير بتواصل مع معنى ان كان على الانستغرام او تويتر او صفحة رسمية كتير من الجمهور العراقي الحقيقة بيتابع العمل السورية بوجه له تحية وبقول له أنه نحنا كنا عم نصور عمل بالإمارات اسمه ترانزيت تأليف لوجين خلف وإخراج الأستاذ باسم السلكة برؤية إخراجية شبابية جديدة عمل مكون هو من 45 حلقة عمل كبير ومعنا نجوم كتير كتار من لبنان ومعنا الأستاذ الفنان الكبير من لبنان بدي عبو شقرة الحقيقة كمان معنا الوحيد اللي مشارك من لبنان بس الباقي تقريبا كلها أنه هن عم نحكي عن العائلات السورية المقيمة بالإمارات وبعض المشاكل اللي بتنتاب العائلات وهن قاعدين هناك مع أولادهم مع عائلاتهم وأنا عم بلعب شخصية الأم اللي هي تقريبا منحسها شوي مشاكسة يعني الأم اللي هي في عندها رأي مضاد لزوجها وبعض الأمور اللي ما بنا نعلن عنها من أن نتركها مفاجأة لجمهور يعني بحاول نحن بتقص شهر رمضان الكريم هذا التقصي اللي سنويا منعيشه بيقولوا بعض الناس أنه زال أو صار في أعمال تنعرض خارج السباق الرمضاني أكيد بس التقص الرمضاني لا زال قائم والناس دائما مع بشهر رمضان الكريم بيحبوا يحضروا أعمال فالمنافسة قائمة بهاي الحالة أكيد يعني انتقاء الأعمال بيكون صعب بهاي الحالة لأنه عم ينعرض كل الأعمال بشهر واحد فبدك تحاولي أنت ما تأدمي شي شبيه يعني شخصية شبيهة بأخرى بدك تحاولي أنه عم حاول قدر الإمكان وقدر المستطاع بأنك أنت ما يعرض عليك من النصوص والسيناريوهات أنك تقدري تختاري الشخصيات اللي ما تكون تشبه بعضها باعتبار لتنعرض بشهر رمضان المبارك أكيد بتشكر كل الجمهور العراقي اللي فعلا عم يتفاعل على السوشال ميديا وخاصة على الحسابات عم يتفاعل بشكل كتير كبير على كل شي عم نقدمه على كل شي عم نعرضه وأن كان تكريمات وأن كان أعمال من صور أعمال كواليس أعمال كتير عم يتفاعلوا عم يكتبوا كلمات كتير جميلة ومعاصرين أعمال يعني أنا بتفاجأ أنه أعمال من التسعينات أنا شاغلتها فهني بتذكروها لما أنا بنحط صور من الأرشيف بيتذكروها بيكتبوا اسم الشخصية واسم العمل فهي الذاكرة الكبيرة عند الجمهور العراقي الحقيقة أنا بحية وبحية كل الجمهور العراقي وبحية هذا الذوق الرفيع اللي هن متمسكين فيه لما بيعبروا عن مشاعرهم تجاه فنان أو تجاه عمل فني والله ما بعرف أنا بترك الفرصية لحالة يعني إذا ما كان فيه فرصة والفرصة تكون يعني برهانة حقيقة على الوراق أكيد ذاك الوقت منحكي وبيشرفني أن يكون موجودة إن كان بأعمال خليجية أو عراقية أو من أي بلد عربي آخر لا أكيد لأن مجتمعنا مليء بالقصص مليء بالحكايات اللي هي العلاقة بمنتصف العمر وما بعد منتصف العمر وبتصير إلى مرحلة الشيخوخة لا مجتمعنا موجود هذا الشيء وما في شي بيخوف بهذا الموضوع وما حدا بياخد مكان حدا لا أكيد نحن بحاجة فقط لكتاب يرصدوا الحالات الاجتماعية الموجودة يعني هي الأعمال مو بس قائمة على نجم ونجمة قصة حياة بين شاب وبنت بس ما هو حياتنا كلها أسر والأسر موجود فيها يعني موجود فيها الإمرأة المتسلطة موجود فيها الإمرأة المسكينة المذلولة المنكسرة الأرملة يعني موجودة هاي الشخصيات بمجتمعنا فنحن من واجبنا نحن نعمل في مجال الدراما أنه نقدم هاي الشخصيات فهي هي بتصور يعني بده بس الكتاب بيصلتوا الضوء على هالنمازج وعالم المرأة كتير كبير كتير كبير يعني واسع لأنه نقدر نحكي ونقدم نمازج أنا واحدة كير بعتزه بفتخر بما أنجز إذا أنجزت شي فبما أنجز بعتزه بفتخر واللي بحدود أنجزته قديش ترك بصمات على وجهي من تجعيد من خطوط من تعب من إرهاق إن كان تحت العين ولا عند الجبين ولا عند الرقبة ولا أي شي أنا هذا كله بفتخر فيه لأنه إذا زال زال تاريخي فأنا ما بسمح أبدا أنه يزول تاريخي لأنه بيكون راح تعبي كله يعني بما قدرت أقدم من شخصيات متنوعة بما قدرت يعني وصل لمرحلة خطوة خطوطين ثلاثة بعتبر أنه هذا اسمه تاريخ لا ما بمحي بالبوتوكس ما بمحي بالتجميل وإن كان أنا هلأ عاملة مكياج ونحن كل ياتنا بس نعمل مكياج نطلع حلوين بلا مكياج أكيد ما مننشاف فبالمكياج بيشوفونا حلوين وشعرنا مساوى عم حضر حالي لحفل فأكيد منكون حلوين لكن بالحالات الطبيعية أنا بتخلى عن المكياج بريح بشرتي بس لأ أنا بفتخر بتجاعد وشي وأبدا ما بحب عمليات التجميل وبختم حديثنا معا لندين خورة ومسيرة فنية مميزة إنا هيتنا نشوف إذا بعدها لغاية اليوم بتحضر حالها وبتنتقد فبرأيكم شؤالتنا فيه يا لطيف يا لطيف أنا يمكن بتصور بتصور يمكن أقصى وحدة على ناقضة على حالي يمكن دائما دائما الفنان أو الممثل بحدود الممثل نقول أفضل الممثل دائما طموحه ما بينتهي وما بيوقف عند حدود وبيصل لمرحلة ما بيعد يرضى عن حاله يعني شو ما شاف بيصير بيقول يا ريتني عملتك أفضل يا ريتني ما عملتك كان الرياكشن كان ممكن يكون فدائما في هذا النقد اللازعي الي هو أنا دائما ما لي رضياني دائما أي شخصية اشتغلتها ومهما عملت صد ومهما يعني الناس حبوها بيظل في عندي نقد أنا بداخلي ربما يعتبروا البعض أنه هذا يعني هيك بس مجرد لليقاءات لا الحقيقة حقيقة كتير في شغلات أنا وحتى بعلنها يعني بقول أنه أنه طيب على شو ضاجوا على هاي المشاهد بها هي عادية ما في شيء يعني كتير مبير ترجمة نانسي قنقر